لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوع الحلقة راح يكون عن أسهل وأسرع طريقة لفحص البيض إذا كان مخصب أو لا طبعا في طرق كثيرة أنا راح أستخدم أسهل طريقة يعني حتى المبتدع بإذن الله راح يعرف أنه يتعامل معها راح نحتاج لتليفون أي تليفون ثاني يكون فيه كشاف وطبعا البيض طبعا راح نمسكه بحرص ونشيله من تحت الطيرة بحرص عشان ما يخرب أو أنه الطيرة تهجر طبعا نحن نعملها مرة واحدة يمتى منفحص البيض بعد آخر بيضة بعد جانين مثلا خلينا نحكي أنه آخر بيضة مباضط في واحد الشهر بك تحسب من سبع لثمان أيام بعد آخر بيضة يعني مثلا لو آخر بيضة واحد الشهر كانت أنت على يوم تمانية أو تسعة الشهر تفحص البيض هيك إن شاء الله ببين معك وما بتحتار أو إنه يعني ممكن إنك تشك إنه هذا البيض مخصب أو مش مخصب إن شاء الله إن هالطريقة راح تكون سهلة راح تشوفوها أنا عندي هون بهذا بيض كوكتيل هدول أربع بيضات آخر بيضة ويعني كانت بيضتها الطيرات آخر يعني زي ما حكيت آخر بيضة هاي الطيرات اللي عندي بيضتها من تمان أيام بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نفحص البيض مع بعض بسم الله هاي الكشاف إخواني هنا نشوف هلأ أول بيضة مع بعض ما شاء الله تبارك الله هاي أولتلكم إياها هذا الشكل الخامس مش عارف أحاول أوضح لكم على قد ما أكثر نقرب شايفين كيف بيضة هاي فيها شرايين يعني هاي بإذن الله مفصل هاي أول بيضة نيجي لبيضة التالية بسم الله الرحمن الرحيم وهاي كمان أخواني زي ما انتم شايفين هاي فيها شرايين يعني مش عارف دواطها عندكم هاي أنا نحاول على قد ما أقدر هاي إن شاء الله كمان مفصلة نيجي للبيضة التالية بسم الله هاي كمان بفضل الله فيها شرايين بإذن الله مفصلة بيضة الرابعة والأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم يا شرايين ولكنها صغيرة صحيح يعني مش مش كثير واضحة بس يعني بإذن الله إنها مخصبة نحن ما بنشيل أي بيض يعني خلي دايما خليك في بالسيف سايد ولا تشيل البيض هاي فيها عروض خلي البيض ما راح تخسرش خلي الطيرة قاعدة على على البيض وبإذن الله وبإذن الله إنه يعني راح يبدس هاي يعني هاي أسهل طريقة إنك تفحص البيض طبعا في طرق تانية وممكن كمان مع الخبرة بتصير تعرفها من الشكل من شكل البيضة ولونها يعني اللون شفاف فهذا بيكون مش مخصر آآ وحجمها كمان آآ أنا مرقم البيض بس يعني بحرص يعني بدك تدير بالك إنه ما يخرب البيض أنا طافي الضوط طبعا عشان نشوفه نقدر نشوف بالكشاف كيف البيض إذا كان مخصب أو لا والحمد لله كان طلع كلهم مخصب بإذن الله طبعا بين أول بيضة وآخر بيضة بينهم آآ ست أيام عشان هيك بنلاقي فروقات في عمر الأجنة في عمر الفراخ يعني لما تطلع وإن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا هاي الطريقة وفهمتوها حاولت أني أبسط على قدر الإمكان وبشكركم جميعا على المتابعة وإرات تستمروا بدعم القناة باللايك والشير وتنشروها ولا تنسوا طبعا دايما زي ما رحك يتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الواحد الأحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة